الماريشال ليوطي 1912-1925 تحمل 13 السنة الأولى من تاريخ ما يسمى بالحماية الفرنسية بالمغرب بصمات بارزة للماريشال ليوطي أول مقيم عام لقد كان هذا الرجل العظيم يهدف إلى استرجاع وحدة الإمبراطورية الشريفة وتمكن الدولة العلوية من زمام الأمور حيث كانت مهددة من طرف حركات تمرد من قبل البربر ويطمح إلى تهدئة البلاد وتوحيدها وعصرانتها محترما في ذلك الوقت روحها وشخصيتها وعقائدها لقد أراد أن يضمن ازدهارها عبر تحسين جودة خيراتها الطبيعية وعبر وضع حد لتطاحن العائلات الكبرى وأن يقضي على الأوبئة المتعاقبة والدورية لم يكن هذا المقيم يتصور السياسة مجرد دارعة ضرفية تمكنه من إيهام شعب أبى وتضليله أو من تفرقه من أجل أن يسود عليه بخلق مواجهة بين العملاء والمقاومين بل كان تصوره لها مطابقا لقناعته المتجدرة وتجاربه بالجزائر والهند الصينية ومدغشقر إذ نجد رسائله من أنطوكان ومدغشقر مقاطع متميزة لا تحمل شك في موقفه إزاء مسألة الاستعمار فأثناء وجوده بالجزائر كطالب كذبط شاب ضمن الفيلق الثاني بين سنة 1882 وضع الأصبع على هفوات الاستعمار ونواقصه في هذا البلد فاعتبر تجربة الجزائر تجربة لا يجب النسج على منولها وهذا ما كتب بالصدد هي جورج هاريدي قائلا كان الاستعمار في الجزائر بالنسبة إليه أي ليوتي نموذج المقاربة غير الناجحة والتعاون الخالي من روح الجوار اطبعته الضبابية على مستوى المبادئ ليوتي يكشف مفهوم الحماية لم يكن ليوتي ذاك الرجل الذي يكتفي بالنقد العقيم والمجاني ولأنه كان شخصا إيجابيا وبناء بدأ يبحث عن أسلوب يختلف عن نظام حكم الاحتلال الفرنسي في الجزائر ويميل إلى نوع من التطابق مع مقتضيات العصر وفي هذا الصياق لفتت نظره النتائج الأولى لنظام الحماية في تونس قبل أن يعرف ذلك النظام المركزية السلبية والنزعة الإدارية وكان مقتنعا بكل ما عايشه في آنان وطنكان وبكل ما سمعه من الحاكم العام لاسان وهو أحد الأبناء الروحيين لبول بيرت لقد رأى من الواجب تحويل تهميش الأهل إلى شراكة حقيقية عن طريق الاحتفاظ بالحكومات في مكانها والاستعانة بالنخبة وبالتالي خدمة الناس وليس استخدامهم كما رأى من الواجب أيضا أن تحل الحماية محل الاستعمار يقول لانسان في عرضه أمام اليوطي بهذا النظام حققنا الازدهار بتونس وبالنظام المعاكس أي الذي يفرق كل القوى المحلية ويحكم على الغبار لم نحرز خلال خمسين سنة سوى على جزائر متتائبة ومنذ اقتنع اليوطي بمفهوم الحماية اتخذ موقفا مضادا لإلحاق مدارس قرب فرنسا لهذا فاختيار الحكومة الفرنسية له في 1912 قصد تطبيق المعاهدة الموقعة بين المغرب وفرنسا في 30 مارس كان اختيارا ممتازا فالواقع يبين أنه لم يكن أحد في مستوى هذه المهمة باستثناء هذا الرجل الذي كان مصرا على أن لا يعطي للحماية وجها مشوها فقد كتب في نوامبر 1894 ضمن رسائله من طونكان هذه الأسطر التي تعبر عن عمق تصوره قائلا علينا أن نعتمد المنطق ولكي تتمر الحماية تمارها يجب أن لا تجعل إلى جانب إدارة الأهالي المحتفظ بها إدارة فرنسية موازية تتجاوز دور المراقبة الأمر الذي سيلزم الأهالي بتحمل مصاريف إدارتين بأكملهما ويجب كذلك تطبيق أفكار تضمن نصف الاستقلالية على المستوى الاقتصادي لكي تستفيد المستعمر من مؤسساتين أساسيتين هم التبادل الحر وقلة الشمارك ولا حاجة بتاتا لسرد كل منجزات ليطيب المغرب لأنها عرفت بدون جدال نجاحا تاما رغم أنه هش قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا فلاشين يوتيوب وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا جم